الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه هذه مرحلة تاريخية وقعت في الأمة والتأريخ لها مهم لأن نحن نعرف أين ذهبت هذه المساق وكيف ذهبت وكيف جمعت وكيف وجدت وإحنا أعرضنا لهذا في لقاء سابق حين تحدثنا عن جمع القرآن وكيف أنها جمعت بلجنة مكونة اختارها أمير ممنين أبوكر الصديق وعمر ولي واختاروا لجنة عرفت بأمانتها وصدقها بل حضورها لعرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجموعة زيد بن حالثة ومن معها الذين اختارهم أبوكر وعمر وكانوا من خيرة شباب الأمة ومن خيرة حفاظها ومن أتقن حفاظها فجمعوا هذه الصحف من أصحابها الذين كتبوها حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظوا بها وكان الحقيقة عند الصحابة اهتمام عالي جدا 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 بهذه الصحف لأن كل واحد منهم أصبح عنده قطعة من الوحي خاصة به مكتوبة ومراجعة على النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل فكان هذا بنسبة لهم كنس كبير جدا وأثر عظيم جدا أن يكون لديه أكبر مساحة من هذه الصحف ولذلك كان بينهم تنفس جدا في كتابة هذه الصحف وفي الاحتفاظ بها فلما طلب الخليفة خليفة المسلمين أبو وكر الصديق جمع هذه الصحف لبى الناس من ذلك رغم يعني مكانة هذه الصحف عندهم العالية جدا جدا دي بالنسبة لهم كنوس أثار أثار صحف كتبت بين هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها رسول الله وأقرها جبريل على أنها وحي طبعا اللي لا يتصور هذا المعنى لا يتصور مدى حرص الصحابة الشديد جدا على هذه الصحف وخوفهم عليها وخوفهم على ضاعها بل وتكريمها بل منهم من كانت هذه الصحف يوميا يدهنها بالطيب عطرها يقرأ فيها وعطرها طيبها كلما لمس الصحيفة خشي أن يكون ليدهي أثر في إفساد شيء من الخط الذي فيها فكان عندهم هذا الحرص الشديد جدا والتكريم الشديد جدا ووضعه في أماكن آمنة جدا في أعلى الأماكن وفي أمن الأماكن ثم يستخلوجها وقرأوا فيها ثم يعيدوها كان هذا الحرص الشديد جدا من الصحابة ودول الصحابة مش أي أشخاص الصحابة يعرفوا يعني قرآن يعني وحي يعني كلام رب العالمين هذه المعاني ملئت بها قلوبه وشرحت لها صدوره فكان حرصه مش شديد عليها وعلى احتفاظ بها عار جدا فلما طلب منه هذا النسخ ولطيبها أمير مؤمنين لجمع المصحف ما تردد واحد ولا واحد ساوم على ثمن واحدة قال طب يدفعوا لي ثمنها وقيمتها غالية وخاصة إذا كنت نسخة فريدة ووحيدة عنده فلكن الصحابة رغم غلاء ورفعة مكانة هذه الصحف عندهم جادوا بها طيعة بها نفوسهم الجانب ده قد يجهله الكثير من الناس أي إنسان فينا عنده دين وعنده أولي بس الآن ده اللي عنده قطعة من الكعبة من مش من الكعبة ده قطعة من القماش اللي سترت بالكعبة بيعتبرها يعني كنز وفاخر بهالدنيا فما بالنا بمصحف أو قطعة من صحيفة كتبت فيها آيات قرآنية رجعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل المعنى ده كمنسبة للصحابة كبريل جد ومع ذلك كما قلت جادوا جميعا بما عندهم بل تشرطت اللجن إن كل يأتي بصحيفة لابد أن يأتي ببينة شاهدة يا عتل أنها عرضت على رسول الله بنفس الخطة بنفس الرقعة هذه وخصصا أنها كتبت على رقعة مميزة اللي كتبها على سعف النخيل القطع من سعف النخيل بسطها اللي كتبها على جلد الغزلان جلد الماعز اللي كتب وغيرها من أشكال التي يعني إيه كانت إمكانت صحابة محنود ومع ذلك كان حرصهم عليها شد جدا وخوفهم عليها شد جدا وحفاظهم عليها شد جدا حتى جمعت كل هذه الصحائف في زمن أباك الصديق لكن لما جمعت الصحابة اللي جمعوها جمعوها حفاظ فأخذوها آية آية كل آية تأتي يضعوها كل آية تأتي يضعوها لغت ما جمع المصحف كله جمع المصحف بالكامل رقعة رقعة آية آية من أول مصحف لآخر وكل الرقعة كما قلنا عليها شهدي عدل يبقى استوثقوا أولا من أن الرقعة مراجعة على النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ثانيا أن المكتوب فيها لم يلعب فيها أحد لأن فيه شهدي عدل يشهد أن هذه الرقعة هي نفس الرقعة التي أردت على رسول الله لم يعترها تحريف ولا تغيير كل هذه المعاني ودور صحابة وعدول ثم أن هذه الرقعة كلها بالكامل توافق ما عندهم ومحفوظ في صدورهم صدور لدنا بالكامل كل هذه المعاني جزتمعت لهذه الصحابة آآ اللي قام الحقيقة بالنسخ كان سيدنا عثمان وكلف اللازنة نفسها برئاسة سيدنا زيد بن ثابت لعمل النسخ يعني سيدنا عثمان لم يتدخل في عمله هو كلف اللازنة وطلب منها أنها تنسخ ستة نسخ وترتبها على حسب ما العرض الأخير طبعا آآ آآ هذه النسخ نفسها لو بقيت كل من عثروا على نسخة منها كان ممكن يعمل مشكلة وعندي رقعة من الأصل المعروضة على جبريل إذا كان الصحابة كان لهم هذا الهم الكبير جدا فكيف بالتابعين وتابع التابعين لو وجدوا مثل هذه النسخة دا اللي عثر على شعره من رسول الله اعتبرها كنز فما بالنا بنقعة من كتاب الله عرضت على رسول الله وعلى جبريل وطبعا أنتو تعلموا اهتمام الناس بالأثار فيه يعني مش كل الناس تتم بأثار لكن في نسبة من الناس عندها اهتمام شديد جدا 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 بهذه الأثار بل مستعد يدفع مليارات الأموال في سبيل أثر من أثار في حقيقة لا يساوي دراهم أو في أصل لا يساوي دراهم لكن لأنه صار أثر يدفع فيه غالي السمن عند من يقدر هذه الأثر فكان النتيجة الحقيقة أني ظلت هذه النسخ في بيت سيدنا باكر حتى أذن الله بانتهاء أجله وصى بالخلافة العمر وأتمن عمر على هذه النسخ وكان شريكه في الجمع في قصة الجمع نفسها سيدنا عمر احتفظ بها عشر سنوات فترة خلافة بالكامل فلما يعني شعر بن اغتيل وكان فيه نفس وصى بها للسيدة حفصة والسيدة حفصة بن عمر أممين تعلم قدر هذا الوحي ومكانته فظلت محتفظة به حال حياتها بالكامل طلبها سيدنا عثمان لأنها ترى فيه المصلحة الشرعية ويأم المؤمنين وافقت فورا على أعطها لسيدنا عثمان لينسخ منها ثم وعيدها لها بعد أن عادت إليها ظلت محتفظة بها طوال حياتها حاول والي المدينة أن يأخذها منها حل حياتها أبد رغم نسخ النسخ النسخة سيدنا عثمان لأنها كانت تعتبر هذا كنس بالنسبة لها فلما لقيت ربها وصار الأمر لأخوها أمر الصحف طلبها عبد الملك ابن مرانو هو المدينة حتى لا تكون فتنة للناس كما حرقت سائر النسخ اللي عند الناس ومحيت حتى لا يبقى في الأمة إلا مصحف واحد تجتمع عليه الأمة المراجع والمحقق والمدق واللي قامت بتحقيقه أقوى لجنة وأكبر لجنة إحنا الآن من من يتجرأ أن يراجع بنفسه مصحف يطبع جديد ده عايزة لازمة متخصصة وولماء المتخصصين هم المحترفين لهذا الباب واحد زي الشيخ المعصراء ولا الشيخ قريم راجح ولا غير من كبر الباحثين في هذا الميدان هم اللي بتولوا عملية المراجعة وخصصة كانوا دارسين متمكنين مشهود لهم بهذا مشهود لهم بالأمانة مشهود لهم الصدق بحيث أنهم يمرش تحت إيديهم حرف واحد ما من مصحف يراجعوه إلا وقرؤوا حرف حرف وراجعوا شكل الحرف هو رسم الحرف وشكل الحرف وكل ما ورد فيه من وجوه تراعة كل هذه المعاني الصحابة كانوا أدق منه أدق منه وأبلغ مصحف روجع وحقق من أكبر لجنة من أقوى لجنة ومتخصصين المحترفين والحفاظ المقرر لهم بالحفظ اللي رجع القرآن على رسول الله مرات مش مرة صلى الله عليه وسلم والعرضة الأخيرة كل هذه المعاني جعلت الناس تثق في اللجنة والأمة كلها تثق في فعلها واجتمعت الأمة على هذه النسخ ثم جاء دور الخلاص من هذه النسخ الصحائف اللي وجدت وأخذت منها المصاحف وتحقق المرض من جمعها بنسخ هذه النسخ فأخذ عبد الملك وبدأ يمحوها طبعا بعض الرياض ذكرت أن طرق المحو النهر ساختلفت منها اللي يسه المحو في عيونها ومنها اللي يصعب محوها فتحرق ومنها اللي تقطع قطع فريع حتى تصير حروف لا تبقى كلمات بحيث أنها تطهر وينزه المصحف من أن يمتهن أو يهن وكان هذا من احترام الأجيال العولة العالي جدا جدا لحروف المصحف وكلامات المصحف بحيث أن لا يهن كتاب الله ولا يهن كلام الله أبدا هذه المعاني تدلنا على السلسلة كيف انتظمت وقصة الصحائف كيف جمعت ومتى جمعت وأين انتهت ومتى انتهت طبعا انتهائها فترة عمالك من نوران بمتأخر بعد سيدنا واثمان فترة كان وعلى المدينة فكانت النتيجة أن حدث هذا كله حتى لم يبقى في الأمة إلا مصحف الأم مصحف سيدنا واثمان وكما بينا جمع في كل القراءات والأحرف السبعة لا كما ادعى البعض في هذه النسخة الستة اللي نسخ سيدنا عثمان وصارت هي العمدة وعليها الإقراء وانتشرت في ربوع الأمة بعد اتساعها النسخة كل نسخة ذهبت إلى منطقة وبدأ الحفاظ الكبار من القراءة الكبار زي ابن وسعود وغيره يقرؤ الناس منها ويسمح لهم بالنسخ منها وده مهم جدا فنسخت منها نسخ في كل البلدان ما القام المحترفين في الخط بنسخها بأجمل الخطوط ومن الناس من أنفق مليارات الأموال أموال ضخمة جدا لينسخ عدة نسخ لنفسه ولأهله ولأرحامه وبعض هذه النسخ موجود الآن بل كثير منها موجود صحيح شرد وانتشر بين دور المخطوطات في العالم سرخ منها ما سرخ في أوروبا في غيرها وبقي منها ما بيخف بعض بلد المسلمين لكن بقيت نسخ أمهات من الجيل الأول ومن الرائل الأول ومن خطوط الصحابة ومن كتابة الصحابة ومن أموال الصحابة اللي أنفقت عليها وصارت كل هذه كنوز لأمة وبدأت الأمة في هذه السياسة الجديدة أن كل واحد طالب علم عايز يحتفظ بالمصحف ينسخ مصحف إن لم يملك هو النسخ من خط يده فيأتي بناسخ ويدفع له الثمن ودي جعلت لمهنة النسخ مهنة في الأمة وتعلم ناس الخطوط واحترفوها وما زالت للمهنة هذا المصحف اللي موجودة عندنا الآن كلها ليست كمبيوتر ده خطات كتبها والخطات موجود كل نسخة طبعت في بلد كتبها خطات محترف ورجعها علماء محترفين يبقى الخطات بيكتب والعلماء بيرجعوا والمطبع بتنسخ ودور النشرة تنشر وتوزع واستمر هذا في الأمة إلى يوم الناس هذا وسيستمر إلى خمسة إن شاء الله وتعلم وده من دواعي حفظ الله لهذا المصحف إن لا يقبل أي خط ولا أي خطات لا ده خطات محترف متقن دارس علم النسخ العثماني الرسم العثماني عارف كيف ترسم الحروف متعلم لها الشيخ يعلم تلاميذه وما زال هذا الأمر يعلم للآن للآن موجود خططين محترفين ويعلم تلاميذ ورب أجيال وجيل يسلم جيل فسخة هذا المعاني حتى ندرك أن هذا تريغ المصحف المشرف المشرف كيف تكفل الله بحفظه وكيف هيأ له من يعفظه في كل مرحلة من مراحله أقول في كل مرحلة من مراحله دعم الصحاف دي كانت مرحلة نسخ المصحف كانت مرحلة ثم النسخ من منسوخ مرحلة ثم النسخ والطبع والكتابة مرحلة متأخرة موجود كل هذه مراحل حفظ الله بها كتابه للأمة وصرت الأمة كلها مجتمع على كتاب واحد لا يعرف الناس غيره ولا تعرف الأجل غيره المصحف اللي عندنا هو اللي كتبه زيد بن حالس زيد بن ثابت هو نفس المصحف بنفس الحوف بنفس الأشكال التغيير الوحيد اللي طرق مع حاجة الناس وضعف الناس في القراءة الجيل الأول كله كان المصحف منسوخ من غير التنقيط ولا التشكيل والقراءات كلها بتأتي على التنقيط والتشكيل في أغلب حوالي النقطة تبقى فوق ولا تبقى تحت نقطة ولا نقطتين نقطة ولا ثلاثة النقطة والشكل ضم ولا فتح ولا كسرة فمعظم القراءات ما داره على هذا المصحف الأول ما كان لمشكول ولا منقوط والشكل والنقط قام به جماعة من العلماء بأمر الحجاج من يوسف رقم سوء الحجاج هذه حسن وحسناته لأنه كسرت الفتحات على يديه على هذه الفتحة الحجاج فتحت الهند وحضرة كبيرة جدا المسلمين وباكستان وبنجلديش وأسباكستان مناطق ضخمة جدا فتحت عليها الحجاج من يوسف فكلها أعاجم لعرف العربي ولا يستطيع القراءة بدون نقطة شكل وبدأ لسانهم يلحن فالحجاج اقترح هذا على مجموع العلماء وهم قاموا بعملية التشكيل والتنقيض ثم جاءت بعد ذلك النسخ لتطبع كلها على هذه الهيئة بالرسم الأصلي وبالنقط الذي أقره العلماء وقاموا بها علماء الأجيال الأولى الحجاج تابعي أذلك الصحاب أذلك عدم الصحاب عدد كبير فوقع هذا في حال حيات الصحاب هم أحياء وفي حال حيات التابعين الأوائل بل كبار التابعين حدث هذا التشكيل والنقط واستقر المصحف على هذا ما عدد هناك مجال يعني بيستثناء بعض الحاجات المتعلقة بالأحكام أني في بعض البلد ممكن يحط مثلا أعلمت الوقف يحل لك طه فقط يبقى تاقف هنا بعض الملاحة حط جيم حط صلي حط خلي لغاية ما استقرت المصاحف على هذا التشكيل الأخير اللي يعني شبه استقر كان في بعد ما صار عندنا كم كبير جدا في علماء القراءات في مصر واستقر الشكل الأخير اللي أصبح الآن متداول في كل دول عالم كل هذه مراحل للحفظ صينة بها الكتاب وحفظ ولم يتجرأ بعد ذلك واحد على أن يغير أو يعبس في هذه المصاحف بأي تغيير في أي شكل لأي حرف ومن حاول أن يفعل ذلك ما فعله حرك الأم رفضته لفضته وبقي المصحف بهذا الإجلال وبهذا الاحترام وبهذه الهيئة وبهذا الشكل إلى يوم الناس هذا على غير المصحف الأول اللي كتبه زيد بنه ثابت ومن معه بل ما زالت النسخ الأولى اللي مكتوبها بعضها موجود الآن يعني أربع نسخ معروف ما كان بقية النسخ نسخ التابعين كلها كم كبير منها موجود وتابع التابعين وتابع تابع تابعين ولما ندور في المكتبات نعجب مصاحف كاملة مكتوبة ومنهم من زهبها كتبها بماء الزهب مع الفتحات وكسرة الأموال والإمكانيات منهم من كتب المصحف هذه بماء الزهب يجيب الخطات يعملها بماء الزهب أغنياء الأمة أنفخ أموالهم في الحفاظ عن المصاحف فأنفخت أموال ضخمة في الحفاظ عليه بهذه الكيفيات التي وقعت في تاريخ المي أن شخص هذه المعاني حتى ندرك أن مراحل التاريخ كلها مسطرة معروفة تاريخ المصحف ليس خافي وليس كتب الكتب يعني تمسك الكتاب مقدس وعنى عرضنا عليه خبر ذلك تاريخ التوراة من زمان سيدنا موسى إلى العصر البابي لسبعم وخمسين عام لا يعرف عن هذا التاريخ خبر للكتاب مقدس أين ذهب؟ عند من انتقل؟ من تكفل بحيظه؟ من كتبه؟ من نسخه؟ من طبعه؟ لا تعرف معلومة واحدة وكل نسخ الكتاب مقدس موجودة الآن العهد القديم أقدمها لأن الكتاب مقدس جامعا للعهد القديم والإنجيل والزابور وللمرحلة التاريخية التي مرت بينهم عصر القضاء وعصر الملوك وغيرها كل ده مرحلة التاريخية كتب مؤرخ وكلها نجمعت في الكتاب مقدس يبقى الكتاب مقدس مش هو وحي لا ده كتاب أقرم لكتب التاريخ لكن حوى بعض المقدسات ولكتب مقدسة تاريخ التوراة الحديثة ترجع للنسخة التي وجدوها باللغة الإغريخية القديمة تحت أنقض الهيكل بعد العصر بابيل بعد من أبوخ اسنصر أخذ أبناء بني إسرائيل إلى بابل ثم لما نفق وتولى الحكم مكانه كورش سمح لهم بالعودة فقال وجدنا هذه النسخة هذه أقدم نسخة تلك المقدس بينها وبينها بين الله موسى أكثر من 750 عام هذه المرحلة التاريخية لا يعرف عنها شيء وكذلك تاريخ الإنجيل تاريخ الإنجيل أشد ضببي لأنه ما كنتم في عهد المسيح على هذا المسيح وكل فترة يعني دعوته للناس منذ أرسل إلى أن لقي ربه ورفع ثلاث سنوات والحوارين ما منهم واحد ادعى أن عنده الإنجيل مكتوب بل بعد 50 عام من رفع المسيح بدأ بعضهم يكتب بعض المواعز وتنسب إليهم ولذلك تنسب الأنجيل لأصحابها إنجيل متى إنجيل لوق إنجيل يحنى سواء اللي كتبها حواري أو تابعي تنميز من تنميز الحوارين فنشبت إليه لم تنسب إلى رب العالمين ليعجر أحد يقول هذا الإنجيل منزل من عند الله عز وجل ده إنجيل متى اللي كتبه متى ده إنجيل لوقى جأنديل يحنى وهكذا فإذا ندرك هذا المعنى الخطير ضد هذا التاريخ شرف عظيم جدا جدا للأمة وفخر كبير جدا جدا للأمة إن إحنا تاريخ الكتاب المقدس عندنا محفوظ كامل مرحلة 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 بها كلها لغاية ما استقر هذه النسخة التي فيها دينا ما جاءت من فراخ ولذلك لا خلاف فيها ولا يستطيع أحد أن يحرف أو يزيف بل محاولات التزيف كانت كبيرة جدا في تاريخ الأمة وخاصة في فتاة ضعف الأمة يعني بعد سخوت الدولة العباسية بعد الفتحات الكبيرة حصلت انطلقت سهام أهل الكفر لتضييع معالم الإسلام عند أطراف الأمة زي أندونيسيا وغيرها أندونيسيا ورحدها كان كل ولبس كان بتنزل عليهم قطرات محملة بنسخ من بصاحف وكتب السلف آآ وكلها محرفة لكن عاشت لهم الجهابزة كل منزلت نسخ محرفة أي قارئ المصحفي لأي نسخة فيها تعريف حرف بلغ المشايخ يجمع النسخ يحرقها كلها ملايين مليارات الأمة وانفقت ومليئ النسخ طبعت محرفة وكلها جمعت وحرقت في بلد المسلمين لأن القرآن مش محفوظ بس في الصدور ده محفوظ في الصدور وأي حفظ متمكن لما قرأة في النسخة قدامه آآ حرف غير الحرف وكلام غير الكلام يقين أنها يعرف أن هذا باطل وأن هذا تحريف والعلماء في الأمة ما غابوا موجودين بفضل الله وكثر كل محد يبلغهم النسخة دي فيها خطأ نرجح نجمع الطبع نحرق الطبع وقع هذا في تاريخ الأمة وصينة النسخة المحفوظة المتقنة المراجعة المصححة من أدق الحفاظ وأتقنهم آآ وما زالت ما زالت للآن أي بلد عايزة تطبع مصحف بيجيبوا المتخصصين المحتلفين ويشكلوا لجنة واللجنة تتولى عملية مراجعة المصحف قبل أن ينشر على الناس وقبل أن يسمع له بالنشر وإلا هيحرق كما حرق مليارات قبل فاللي بيبص في المصحف لو لقى خطأ بيراجع هذه اللجنة فين؟ أنتو ده بتاعكم ده طبعتكم ولي غيرها؟ فيها خطأ واحد فيها خطأ واحد إذا ندرك هذه المعاني الكبيرة جداً هذا تاريخ المصحف المجرف لو بذل واحد من ألف منه على الكتب المقدسة لصينة لكن للأسف شديد إن كان الاهتمام بها ولعل هذا من حكمة الله ورحمته لأن الله وكل لهم الحفظ وهو يعلم بعجزهم عن الحفظ قال تعالى إن أنزلنا التوراة في ههودان ونور يحكموا به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كلهم استحفظوا السنو التأتعاني طالب الفعل للفعل أي بما طلب منهم حفظ كتاب الله عز وجل فكان النتيجة إن الإنسان غلب عليه النسيان وما سم الإنسان إلا كثرت النسيان فناشر وجيل ورجيل ضاعت معالم الكتب وضاعت الأصول الثابتة وضاعت البقايا الكتب المنزل وبقي أثار حاولوا يلملموها وجمعوها لكن ما خلت من زيادات ومن تعريف ومن تزيف ومن حاولة ربط بينها وكل ده جعل الكتاب المقدس مثالب وأخطأ قاتلة إن أنا بيضيش إضافة ممكن تخالف النص نفسه وقد تأتي بكفر وشرك وكل ده موجود القلآن لا تكفر الله بحفظه فهيأ له في كل جيل من يحفظه وهيأ له كل أسباب حفظه أحنا الأرض رغم انتشار كرة أرضية المصحف واحد في الأرض بأكملها ما فيش نسختين ولا ثلاثة من مختلفتين الكتاب المقدس موجود منه الآن على الأرض أكثر من أربعين نسخة مطبوعة وكل نسخة لها أتباعها الذين يحفظونها ويتدعوا أن هذه النسخة الصحيحة المحققة التي ليس هناك غيرها وما زال أهل الكتاب للآن يعملوا لجان وشكلوا لجان وعملوا نسخة جديدة نسخة مسكنية مسكنية حضرناها في جيلنا من أكثر من 20 عام لما طبعت فرنسا النسخة المسكنية وطبعت بريطانيا لجنة كاملة مشكلة من عدد كبير جدا من علمائهم النسخة المحققة والمراجعة من علماء التاريخ المخطوطات وغيرها ما زلنا نقرأ هذه النسخة وبينها كلها خلاف ما في نسخة إلا يختلفها عن السابقة هيحقق فرجح بعض النسخة على بعض النسخ والتاريخ على بعض التاريخ والرقع على بعض الرقع وهكذا فكان نتيجة أنه موجوده الآن أكثر من 40 نسخة أصحاب كل نسخة يدعو أن نسختهم يصحيها وغيرها باطل مع الفروق كبيرة يعني هنلاقي كتاب مقدس 6-0-2-39 يبقى فيه 7 أسفار فارق بالنسختين وكل ما يعني قلبت في الكتب هتجد الفروق كبيرة جدا من هذه النسخة وأصحاب التسعة وثلاثين يعتبروا السبعة الزيادة دي كلها باطلة ومن تأليف أصحابها وهكذا فشتان بين تم تم الكتاب الله عز وجل المنزل اللي تكفى الله بحفظه وهيئله كل أسبوع الحفظ وبين كل الكتب التي أذن الله أن تمحى حتى لا يبقى للبشرية كتاب تصحي نسبته لرب الأرباب إلا القرآن الكريم الكتاب الجامع لكل الكتب المنزلة ولكل الأحكام التي شرعها رب العباد لكل بيئات العباد وأحوالها وبهذا أخذ المساق على كل الأنبياء بترك ما عندهم واتباع ما عند النبي الخاتم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين وقال تعالى عن القرآن نفسه وأنزلنا إليك الكتابة بالحق أي بكل الحق الذي يحتاج إليك الخلق ما في حقيقة يحتاج إليها موجودة فبكان آخر وأنزلنا إليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب جامعا لكل كتب منزل والله أعلم بما أنزل بما نزل اللي حرفه الناس رب العباد أهمله وأتى بالدقائق في كتب منزل كلها وجمعها فرقان كلم ليصبح رسالة الخاتمة للبشرية الخاتبة وأنزلنا إليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب فقط أن لا ومهيمنا عليه زائد عليها كل الزيادات التي يحتاج إليها كل العباد من إنس وجن وغيرهم لأن الكتاب لم ينزل للإنس يحدهم بل جاء للعالمين ليقوم كل هذه العوالم بوحي ربنا الخالق تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا جاء الوحي بهذه الإمكانات العالية جدا الكاملة التامة الجامعة وتكفى الله بحفظه لأنه لا يبقى كتاب من المشاريع غيره هو الصلة بين العباد ورب العباد فجعله كله فصل ما في هزار ولا مزاح لو دخلنا في موضعات الكتب ستزهل ويزهر عقلك شوف ما فيش أيتين تكرروا والتكرار أثبت العلم إن ليس بتكرار يعني أكثر آية كررت فبأي لا ربكم متكذبان العلماء ذكروا لها أنها ذكرت في سلطة الرحمن وحدها واحد سلسين مرة بواحد سلسين معنى شيقة تقول أنا عجيبة ودقة تقول أنا عجيبة يعني يقول خلق الإنسان من صلصانك الفخار وخلق الجان المارج من نارس ومخاطب الإنس والجن يقول فبأي آلاء ربكم متكذبان في كونه خلق الإنسان من صلصانك الفخار وخلق الجان المارج من نار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم متكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين وقس على هذا واحد سلسين آي بواحد سلسين معنى الدقة المتناهية اللي جعلت كل لفظ في القرآن فصل في بابه إنه لقول إنه لقول فصل وما هو بالهازل ما فيه زار لما ترجع الكتب مقدسة تقرأ موضوعاتها ترى العجب قصص وحكايات وريبات تتكرر مرات وبلا دعب ولا حاجة يعني أحد علماء يقول حصرت ذكري فقط في الكتاب مقدس أربعين حالة زن محال غير الزن العادي ما عدش ولا يحصل بل نسبه هذا الكلام سلسين علماء مئة وثلاثة عشر مئة وثلاثة آية في الكتاب المقدس بتحهم سموها نشيد الإنشاد من أولها لآخرها الآت كلها والشفر بالكامل نشيد الإنشاد بالكامل وصف لحالة زن واحدة بتغزل واحدة ويصف من شعر رأسها إلى إخمص قدمها عضو عضو ما فيها عضاية تنشالية وبعدين يوصف الزيزنة بيها وهي توصف مشاعرها أثناء الزن ويوصف مشاعر أثناء الزن إيه ده الكلام ده ينسب لرب العباد شاهد الوجوه خيب الله من نسب هذا الباطل لله عز وجل ده القرآن كله بكامل زكرة حالة زنة واحدة فيه واللي يقرأها ترعبه قصة مراعة العزيزة ما حولتها الزنة مع سيد نيوسف وكيف كان الرد شيء عجيب هو ده كلام الله لما تقرأ موضوعات الكتاب مقدس والتخريفات اللي جاءت تناقض أبسط قوانين أهل الأرض لربنا جعلها فيه حتى في الكون مناقضات شديدة جدا لأنها إضافات إضافة البشر يستحيل كلام الله ينوخد الواقع يستحيل كلامه للمنزل يستحيل ينقض ظاهرة كونية معروفة أصبحت حقيقة مسلمة لكن المناقضات جاءت من كلام أضيف للكتاب مقدس ليس من كلام الله عز وجل مناسب القرآن يستحيل نجد هذا التناقض لأن الذي كتبه هو العليم بما خلق ألا يعلم من خلق التناقضات شديدة جدا حتى في الأحكام حتى في الأحكام في الكتاب مقدس لكن القرآن اتساق عجيب من أول مصحف لأخره وانسجام عجيب ووحدة عجيبة في المقاصد وفي الأحكام وفي الأداب وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الحقائق وفي الدقائق وفي العلوم النظرية والمدية وغيرها نحن أمامه وحي أعجز بكل آية سورة منه آية كانت موضعتها آية كانت موضعتها هتكلم في الفلك هتكلم في الطب هتكلم في الهندسة هتكلم في الأحكام هتكلم في المواريس هتكلم في الأداب هتكلم في الإخلاق كل موضوع فتحت فيه أعجزت في بابه أعجزت في بابه فيش وجه للمقارنة بين موضوعات القرآن والحقائق اللي ساقى رب العب في القرآن وبينما نسبه العباد لرب العباد فيما جمعه في الكتاب مقدس في حقائق بالنزاع موجودة توفق القرآن ولا نملك إلا أن نقرر أنها الحق النبي صلى الله عليه وسلم علامنا هذا قال لا تصدق أهل الكتاب وتكذبوه فلو كذبنا بكل ما قالوا كذبنا بحقائق وفقت كتاب ربنا ولو صدقنا بكل ما قالوا صدقنا تخريف وأكذيب تخريف عالية جد جدا لا يتصرح حتى عقل البشر لما يأتي نص من نهران الجنة نهر النيل والفرات ورد في حديث في الكتاب مقدس منصوص نهر النيل الذي فيه لؤلؤ حد شاف لؤلؤ في نهر النيل ونهر السيحون وجيحون في أرض الحبشة سيحون وجيحون في الحبشة ولا في الهند بوكستان يعني حتى اللي كتب درسته الجغرافية والتاريخية والواقعية هقولي بس مغيب جاهل وكتب بجاه لي وانا اسم هذا الكتاب مقدس يعني حتى الضبط في الحساب وفي غيره تعبا جد اللي مقولك في سفر التكوين ان جاء يعقوب اسرائيل وأولاده وزوجاتهم وأحفاده وبناته كان عددهم سبعين إلى مصر في زمن سيد نيوسف تقرأ في سفر الخروج بعدين خرجوا ستة ملايين طب السبعين دول لا يتزاوج من غيرهم لأن هم المؤمنين الباقي كفر وحفظوا على نسلهم وما الدعاء هذا الناس سيدنا إبراهيم حفظ فيهم ماشي نفس الأنبياء نتمنى أن نحفظ خرجوا كامل ستة ملايين طب بالله عليكم لو سبعين رجل امرأة هيتكثر وتناسلوا مئتين وخمسين سنة مسافة بين سيدنا يوسف و سيدنا موسى وقيل لربعمائة سنة على كلامهم هل يتصور أحد أن السبعين رجل امرأة لا يتزاوجوا إلى بعضهم ولا يتزاوجهم غيرهم وفي زربعمائة سنة يصبحوا ستة ملايين عدنا يحسب على الكمبيوتر وافترضنا افترضت عجب جدا أن السبعين دول ما فيهم شيوخ طاعنة زي سيدنا عقوب في السن اللي افترضنا كلهم شباب وفي بيت السن البلوغ خمسة وثلاثين شباب وخمسة وثلاثين فتاة في سن المحيط وبداية سن المحيط وبداية سن البلوغ والكلام ده غير وارد لكن لو افترضنا هذا وأنهما هيتجاوزهم بعض ويخلفهم المرأة في امرأة تجيب كاما واحد حتى انقطع حيضها عدنا لحسبها طيب عشان صالوا ستة ملايين كم جيل في رقم سنة مطلوب انه كل امرأة في تاريخ بناء اسرائيل في الفترة دي تنجب في عمرها سبعة وستين شاب في سن البلوغ او فتاة في سن المحيط الكلام ده صار عقل باشا طب اللي يكذب ما يكذبش على الله ده يكذب على الله قولوا خرجوا بالالاف لكن ستة ملايين وغيرها يعني نهر النيل يجب ارض اللؤلؤ وبعدين سيحون وزيحون في الحبشة وبعدين كلام يعني يناقض كل الواقع كيف ينسب هذا الكلام الخالق وعلى انه وحي وكلام الله المنسل والكتاب مقدس والناس سيتعبدوا به يتعبدوا بقى كذيب يتعبدوا بأساطين أساطير لا أساس لها ولا أصل لها كذا بقى واحد ادماغه مرحوسة تعبان جاهل كارثة كبيرة جدا أن ينسب هذا الكلام لرب الأنام لكن تعالوا قرآن القرآن احنا في القرن الواحد وعشرين القرن الخامس العدل قرن رب عشر من بعث يقرأوا كلام ومسؤس القرآن التي تحدثنا عن الواقع عن التاريخ وعن غيره شيء يزهل العقل درس التاريخي حار أمامه درس الحافرياتي حار أمامه درس الجغرافيا حار أمامه فيش غلطة ينسل قرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم الحميد المعنى ذي كلها غابت عن الناس لا وجه تماما للمقارنة بين موضعات القرآن الكريم والحقائق الموجودة فيه والدقائق والفصل والدقة والإحكام والوضوح والبيان والكلام اللي هو طلاسم في الكتاب المقدس طلاسم وأباطيل وأساطير وضللات هذا إنما كتاب مقدس فيه أربعين حالة زين محارم بقى كتاب واحد وكتاب جنس شيء مذهل كيف ينسب هذا الكلام لربع الناس كيف ينسب إلى الله وقال هذا كلام الله وتسأله وقال لك آه ده كتب فعاد سيدنا سليمان نشد الإنشاد اللي كتب سيدنا سليمان نزل من عند الله نشد الإنشاد وغيره وغيره من الزيف والباطل فيه حقائق فيه حقائق لأنه كلا فيه زيف باطل فيه زيف باطل لا يختلف عليه بل اللي قلب زيفه وباطله هم واللي أخرج تناقضاته هم علماؤهم يا أخواننا ما نفعش كلام تحط في كتب مقدس لكن وضع وطبع والطبعات انتشرت هتغيرها إزاي عند الناس في بيوتها واخد صارت إليه ماذا الطبعات واخد صار إيه ماذا الباطل في بيوتين لكن اللي علم النطف اللي علينا إنهم لهم يكلفوا بحفظ كما كلفنا نحن لابنا ومرنا نطلق القرآن في صلواتنا فما فيش مسلم اللي يحفظ شيء من القرآن لا يوجد مسلم اللي يحفظ شيء من القرآن كل مسلم مطالب على خلف حفظ شيء من القرآن عشان يصلي يقدر فرض الأساسي فانبالنا ونحن يعني يندب إلينا حفظ القرآن كله وحفظ آياته وتفسيره ومعا هم لم يكلفوا بهذا لك عزة من القساوسة من تجدوا حفظ كتب مقدس نقدر جدا جدا نكتجد واحد حفظ كتب مقدس فالشهد يا إخواني أن ما أوجده الله عز وجل من أحكام ومن أوامر متعلمات في القرآن الكريم كل كانت هذه أسباب في حفظ القرآن الكريم ما وجد عند أهل الكتاب كان من دواعي ذهابه حتى لا يبقى لله كتاب إلا كتابا تكفر الله بحفظه وهو القرآن الكريم تصحي نسبته إليه من ألفه لياء إحنا أطلنا في الموضوع والوقت انتهى كله نختفي بهذا القدر اليوم نزاكم ندخلنا حسنا سمعكم وتقبل الله من نموكم ترجمة نانسي قنقر